شوف معي يا عزيز الوجيه أفلام مارفيل كلها تقريباً يعني استمتعت فيها حتى فيلم كابتن مارفيل اللي الناس قالوا والله فيلم ما يصلح ومن يعرف إيش استمتعت فيه وأشوف إنه فيلم جيد جداً ولكن فيلم بلاك ويدو أحب أقول لكم إنه فيلم كان مليان خرشات أقرب إلى رخيصة رخيصة إلا شوية لماذا؟ بنعرف بعد شوية ويبه المراجعة ما راح يكون فيها حرق للقصة لكن إيش بأخذ راحتي في السواليف عن الشخصيات عن بعض التفاصيل لا تجي تقع تصيح في التعليقات زي البجر ما في حرق يهلا والله بالجميع معكم الوجيه كيف حالكم يا جماعة إن شاء الله تكونوا دائماً بخير وصحة وعافية أبشركم فيلم بلاك ويدو أخيراً أصبح متاح للمشاهدة بعد العديد من التأجيلات بسبب فيروس كورونا تقدر تتابعوا سينما أو تقدر تتابعوا رقمياً عبر المنصات الرسمية مثل ديزني بلاس بالرغم من أنه ما عندنا ديزني بلاس فأحداث الفيلم عزيزي الوجيه تقع ما قبل أحداث إنفينيتي وار وما قبل أحداث إند غين لما كانت نتاشا وكابتن أمريكا والشلة اللي معاها هاربين من العدالة في هذا الفيلم نتاشا كانت تهرب من مكان إلى مكان إلى أن اصطدمت بعائلتها القديمة ومن ساعتها تنطلق في رحلة لمحاولة الانتقام من كل شخص كان سبب في معاناتها في الماضي الفيلم ببساطة يا جماعة كان ممتع بصريا متعة بصرية فيه حتم بسط الأكشن كان من أروع ما يكون بالذات أننا نتكلم عن بلاك ويدو يعني حتشوف فايت بالأيادي وفايت بالأسلحة اليدوية واو من أروع ما يكون ممتع حتفل وهذا واحد من أكثر الأشياء الممتعة في الفيلم خلي القصة على جنب خلي التمثيل على جنب أكشن مشاهدة قتالية رهيبة حتى الجرعة الكوميدية اللي تعودناها في أفلام مارفل كانت جدا مناسبة وغير مبتذلة بمعنى لما يقررون يرمون نكتة أو مشهد ضريف يكون كده بشكل مناسب ما هو مرة مضحك وله مرة سامج فقط الكمية المناسبة من الكوميدية اللي تلطف الأجواء كعادة مارفل في كل أفلام رهيبين مارفل في الكوميدية ها؟ ريقين ريق ضحكوك وما يطلعوك من جو الفيلم القصة للأمانة كانت رائعة جدا وكملت الصورة الغير مكتملة في رؤوسنا عن نتاشا رومانوف أو عن بلاك ويدو تعرفت في هذا الفيلم عن ماضي نتاشا وعن نشأتها وعن تفاصيل ثانية في حياتها وماضيها بشكل عام وللأمانة لو بنستبعد الأكشن والكذب والخرشات هذه ونركز على جانب الدرامي اللي الأمانة كان مناسب جدا وقدر الكاتب أنه يوصل لكل المشاعر اللي المفروض أحسها تجاه بلاك ويدو ويعني ماضيها والأشياء المؤثرة اللي صارت لها في الماضي وسكارلة اللي أمانة قدمت الدور على أكمل وجه أو حتى بتقمصها الدور بلاك ويدو اللي عرفناها فيه والممثلة فلورنس بيو إذا أنا قاعد ننطق اسمها صح للأمانة كانت إضافة رائعة للفيلم واختيار جدا موفق مرح ببيتها رهيبة البنت رهيبة موهوبة اللهجة الروسية والبنية الجسدية وتناغمها مع سكارلت وكمان تمثيلها كل شيء للأمانة كان مناسب وخلت دور يليق عليها بشكل جيد أما بالنسبة للممثل ديفيد هاربر خلوني يعترف لكم أنه هو أحلى شيء في الفيلم للأمانة أحلى شيء في الفيلم هو شخصية ديفيد هاربر أو الممثل ديفيد هاربر قدم دور الشخصية الروسية المهايطية اللامبالية والقوية جدا واللي هو أصلا يعتبر كابتن أمريكا ولكن فرع روسيا يعني كابتن روسيا بس حركات أنه عندهم كابتن أمريكا احنا كمان عندنا كابتن روسيا حركات أمريكا وروسيا دي اللي حتى في الأفلام أو حتى في عالم مار حرفياً يا جماعة كان من أجمل الشخصيات اللي تم تقديمها في هذا الفيلم بالرغم من أنه شخصيته عبارة عن مهرج مع الظل بس مرة رهيب أحبيه واستمتعت جداً بحواراته ومشاهده القتالية ولحظاته الكوميدي اللي هو أصلاً ما أخذ أصلاً طابع كوميدي طول الفيلم ببساطة كده يا جماعة ديفيد هاربر قدمت دور على أكمل وجه وما راح تصدقون قد إيش الدور كان مرة لايق عليه أما بالنسبة للشرير والرأس الكبير أنا ما راح أقول لكم إيش سوى ولا إيش صار ولا إيش ما صار ولكن حرفياً أقول لكم إيش مع أصدم عيشتي ما عاد عرف تخاف منه ولا أشفق عليه مدري تحسه سبك بس إنه قوي مدري كيف بتشوفه بعدين كده تحسه تحصيل حاصل عارف نبغى شرير في فيلم بلاك ويدو نجيبه شرير أوكي كده يلا شرير بوم بوم شاكلاكا بوم وبالنسبة لشخصية تاسك ماستر أو الشخصية اللي لابس القناعة الأسود يقول لي يعني شفناه في التريلر قدمه شفناه في التريلر وقدمه تحمسنا نشوفه إلا إنه هذه الشخصية ما أخذت حقها في الفيلم وكانت برضو كده مجرد يجيبولنا هذا يلا قدموا ارمي يا أخي فيه فيه سبهلة لصراحة في الفيلم فيه سبهلة لعش دعا ما قدر أتكلم أكثر من كده طيب يا جماعة خلوني أشارك معاكم أكثر شيء أزعجني في هذا الفيلم كل شيء في الفيلم القصة كويسة الدراما الذكريات الماضي الشخصيات كله كويس ويمشي الحال ياب كويس ولكن يا جماعة خلوني أقول لكم إيش أكثر شيء أزعجني في هذا الفيلم لما نتكلم عن بلاك ويدو أو عن نتاشا إحنا عارفين أن نتكلم عن جندية أو جاسوسة مدربة تدريب جدا ممتاز وأقرب إلى خارق بس هذا مو معناته إنها سوبر سولجر أو جندية خارقة أو سوبر هيومن أو شخص عنده قوى خارقة هي مجرد شخص متدرب تدريب جدا قوي ومعضلة وهذا أكثر شيء أزعجني في الفيلم يعني حرفيا في مشاهد كثيرة في هذا الفيلم تم تقديمها على أنه نتاشا رومنوف سوبر سولجر لا يصير لها شيء كذا هي قوية شوف أنا مستعد أتقبل كل الخرشات وكل الكذب في أفلام السوبر هيرو ما عندي مشكلة طالما إن البطل أو البطلة عنده سبب لعدم إصابته أو عدم موته بس لما تقدم لي إنسان طبيعي بمهارات قتالية عالية وتقنعني طول أفلامك في العشر سنوات الماضية إنه إنسان طبيعي وفجأة يقلب سوبر هيرو غير قابل للإصابة هنا أحب أقول لكم يا مارفل إنه فقط جزء كبير من متعتي أثناء مشاهدة هذا الفيلم للأسف أوكي كابتن أمريكا جندي خارق لو يقيح من مية دور ما بيصير له شيء بيقوم وينتر سولجر هول كاثور أي أن كانت الشخصية اللي عندها قوى خارقة بس بلاك ويدو يا جماعة زيها زي آيرون مان إنسان طبيعي بس عندها مهارات مثل أنت مان مثل هوك مثل دكتور سترينج ناس طبيعيين محتمل إصابتهم ولكن عندهم مهارات قتالية عالية فحقيقي في هذا الفيلم في فيلم بلاك ويدو فيه خارشات يا جماعة كثيرة كان من المفروض يصير شيء وصار شيء مختلف تماما إنت كذا تطالع تقول أمعد كيف كذا يا بوي إذا سألت هذا السؤال اعرف أنه الفيلم بزوط أنا للأسف سألت هذا السؤال مو مرة ولا مرتين كثير كثير ومو بس لبلاك ويدو وحتى الشخصيات ثانية كيف شلون لماذا والله يا المخرج عاوز كذا يا وجي فلما قلت لكم في تويتر أن تقييم الفيلم ستة ونصف من عشرة البعض استغرب ولكن حقيقي يا جماعة شخصية بلاك ويدو من أقدم شخصيات عالم مارفل وواحدة من أرهب الشخصيات واللي أحبها كثير وكون هذا الفيلم الأول الخاص بشخصيتها والوحيد كنت متوقع أشوف شيء أفضل من كذا وشغل أكثر تماسك من كذا يا أخي زبدة أعطيكم الزبدة الفيلم هذا ما يصلح يكون فيلم وداعي لشخصية بلاك ويدو مرة الفيلم كذا تحسوا حلقة مطولة وتسليكية لشخصية بلاك ويدو والله يلا شوفك على خير أخذي هذا الفيلم على خير سلام أوكي أوكي يا جماعة عشان ما نظلم الفيلم مرة ولا نبخسه الفيلم بيكون تجربة سينمائية جدا ممتعة من ناحية الأكشن والمشاهد القتالية والمؤثرات البصرية كل شي كان مثالي وهذا الشي ما هو غريب على مارفل ولكن من وجهة نظري لو تم الاعتناء بالفيلم أكثر كان بيكون شي للتاريخ كان بيكون كده واحد من أفلام مارفل الرهيبة زي أفلام آيرون مان الثلاثة زي أفلام ثور زي أفلام دكتور ستري يا بوي حرام عليكم يا أخي بلاك ويدو يا أخي والله تستهل أكثر من كده إيش ده يا عمي فيلم كابتن مارفل شاهد فيلم كابتن مارفل اللي مو عاجبك أنا مبسط عليه كيفت عليه أعجبني على قل خلاني تعرف على الشخصية من يوم كانت أدي كده إلين كيف كسبت قواها سانة فبببببببب خلاصة الكلام يا جماعة فيلم بلاك ويدو كان يستحق إنه يتم الاعتناء فيه أكثر من كده طيب يا وجيه هل يستحق أروح تابعوا سينما ولا لا ما راح أقول لك لا تروح تابعوا سينما ولا راح أقول لك إي وروح تابعوا سينما راح أقول لك ارجع وتابع هذا الفيديو من جديد وقرر بنفسك إيزي بيزي ليمون سكويزي إلى هنا يا جماعة نكون وصلوا لنهاية الفيديو لا تنسى ترك في القناة لا تنسى تركيزي ونزبطوا المصابيط يا أخي أنا حقعد أقولها في كل مرة في نهاية الفيديو كاما معكم لوجيه أشوفكم في الفيديو القادم